اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابقونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشعير اكلة امري النهاردة مع بعض المطبخ متنوع ومن نفس الطريق ومن نفس مستوى الشغل ان احنا بنعمل اكلات متناسب الجو البرد والشتاء وبالتأكيد الشتاء له اكلاته فطبعا غير ان احنا طبعا ممكن ناخد الطبع الشربة المعروف شربة العدس ولكن العدس معايا النهاردة العدس ابو جبة عايز اعمل النهاردة كفتة الخضار والعدس يكون هو العصب الرئيسي او اللي هو يكون العنصر الرئيسي في الكفتة بتاعتي العدس ابو جبة هنستخدمه ازاي في اطباء الكفتة تشكيلة لطيفة من انواع الخضار الموجودة من خير ارضنا وهنعمل اقراس الكفتة مشوية او مقلية حسب الرغبة معانا سجوء بلد النهاردة هنعمل طبق مكرونة بالسجوء البلدي ونشوف الاطفال اللي حيبين بيحبوا المكرونة دايما مع السجوء وانواع الجبنة اللي هم حبينها سواء مزرلة او شيدر شرب مشهورة جدا في بعض المطاعم وبتنسيلي على السوشيال ميديا شربة المشرون بالدجاج بتتعامل ازاي واضافة الكريمة لها بتبقى لها قوام لطيف وجميل اللي عايز اشربها ياشيف مغازي زي ما بشرفها بعض المطاعم تعال شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة النهاردة وبالتأكيد هتعجبكم مش عايز تطور ع حضراتكم لاننا عنده تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة والاكل بتاعنا بسيط وسهل وبتكلفة قليلة جدا تقدر تعمل الطعم اللي انت عايزاه بشكل جديد وطعم تاني او هتروحوا بعيد تابوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عايز اعمل النهاردة اقراص الكفتة بطريقة الخاصة هتعجب حضراتكم مش هفهاش لا لحمة ولا فراخ ولا سمك ولكن فيها بروتين نباتي اللي هو العتسة موجبا اللي احنا عارفينه اللي هي الحبة الكاملة اللي بيتشارك في طبق الكشر ويكون هو الرئيس طبعا وتشكيلها من انواع الخضار استاذ الرحاب بعد اذنك عايزين نشوف ميادير راس الكفتة وكفتة الخضار بيشارك فيها البسلة يعني البوتاسيوم للامهات والسيدات الحوامل ومعانا عتسة بوجبا ومعانا برغل ومعانا كوسة ومعانا جزر ومعانا بطاطس حاجات لطيفة وجميلة بجد عشان ناكل كل حاجة لوحدها بالتأكيد انا كلها بطريقة مختلفة بس انا انا اعملها كفتة وعملها برجر بالتأكيد مدرسة المغازة هتكون محتبرة تعالوا نشوفوا الميادير على الشاشة تعالوا نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة الميادير تعالوا نشوفناها تعالوا نبدأ نشوف ايه تركاية بتاعت المغازة اول حاجة معايا طاسة على النار طاسة دي بحط فيها شوية زيت زيتون مدرسة المغازة بتقول ايه البصلاية في قلب الكفتة او البورجر نية انا مش بحبها تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه مع بعض طاسة على النار فيها شوية زيت زيتون واخد البصل اللطيفة كده حمره اشوف المدرسة بقى دي كده اهو ببدا احط التون بتاعنا احط البهارات بتاعتي كده انا شيلت الريحة بتاعت البصلة اللي انا مش بحبها جوه الكفتة بالشكل ده كده احط البهارات الجميلة اللطيفة الحلوة من البابريكا اللهم صلى على النبي والشوية الكمونة الحلوين الشوية الكركم مفيد جدا حل فلفل اسود وده اختياري برضو عايزها سبايسي بتحط فلفل حار بفيش اي مشكلة بنقلب البصلة بتاعتنا باللطافة كده والشياكة دي كده تاخد لون تبدأ البهارات تظهر مع البصلة تخلي بالك ده مهم جدا اهو شفت التحميصة دي التحميصة دي للبصلة والتومة مع التوابل هي دي مدرسة المغاز اهو اهو بالشكل ده كده كصبرة الخضرة تشاركنا بغاية كده احنا زي الفل اه تمام كل المقدير دي كلها مع بعضيها عمشي فرحة على فين اصبر على رزاك اه تمام هناخد الخلطة اللطيفة دي كده ونسيبها كده هسة على النار ونشوف مع بعض الكابة بتاعتنا اخبار ايه مخرجنا الجميل عايز الكابة دي تبقى قدام شوية عشان الصورة الحلوة تكون معانا واضحة وصريحة حلوة نشغل الكابة ونأمن حلوة بسم الله الرحمن الرحيم الخلطة دي هنخليها زي ما هي كده هننزل بأول المأدير بتاعتنا البرغل الله مصلى عن النبي بسم الله الرحمن الرحيم ده البرغل بتاعنا اللي بيشارك في دايما في طاق بائل كبيبة أطباق الكفتة البرغل يتغسل مرة اثنين تلاتة نصف فيه من المياه كويس قوي وبعد كده يا عم الشيف نخليه على جنب نستخدمه بقى في كبيبة في أطباق الكفتة ده العتس أبو جب بنخسله ونحطه في مياه مغلية ننقعه ونخليه بالشكل ده كده بتلاقي نافش وبقى زي الفل يبقى أنا حطيت هنا في الكابة البرغل ماهي الصورة الحلوة دي يا غيال ماهي الحبايب دي البرغل والعاتس حلوة ونقف الغياد كده تمام هننزل بالخلطة اللي أنا شوحتها على النار الله عليك شيء الله عليكو على مزاجك الرأي دول ننزلوا كلهم مع بعديكم حلوة ونضرب دول كلهم مع بعدي كده الطريقة دي كده بسم الله الرحمن الرحيم هوا ده يلا اشتركوا في القناة اللهم صلى على النبي وخرجنا الجميل بيسأل انت بتحطي ايه والمكانة شغالة وحضرتكم برضو اكيد بتسأله انا معاي بطاطس في المئدير بطاطس مبشورة نية بعد ما بتتبشر بتتحط في مية انا حطيتها على الخليط ده كده انا ببصها على الخليط كده وفي قلب الكابة تاني عملت اعمل شيف المدرسة دي مدرسة المغازي انا عايز اعمل برجر او اعمل كفتة الخضار بفاش للحمة ولا فراخ ولا سمك وتكون مسكة نفسها ولا شخصيتها لما تستوي اول حاجة مسكت البرغل غسلته مرة اتنين تلاتة وهو في حياتك تخسل البرغل بمية سخنة اخسليه وبعد ما تصفيمه المية خليه على جنب دي المدرسة بتاعته تستخدميه في الكبابة تستخدميه في البرغل حسب الرغبة حطينا العدسة بوجبة بعد ما تحط في مية مغلية بكمون وعصرة ليمون عشان نتخلص من المادة اللي بتسبب مشاكل مع الكلون حطيناها مع البرغل وبعدين ضربنا الكبابة بتاعتنا مع البصلة والتركاب بتاعت المغازي اللي هي تحمصت على النار مع التوم مع زيت زيتون مع التوابل وبعدين نزلنا بالبطاطس بتاعتنا الجميلة والمكانة شغالة هنضربهم تاني مع بعض اشتركوا في القناة شفية وعليها كده تماما ايه الخطوة اللي بعد كده احنا مع بعض الكوسة مش هتنزل ولا الجزر انا عايز شخصيتهم كده في قلب البورجر بتاعي او الكوفت هناخد الخليط اللي احنا خلطناهم مع بعض كده في قلب الكبابة بسم الله الرحمن الرحي وانشيلا كده بالراحة السكينة ونخلي دي كده على الجن اهو شفت الخلطة دي كده الله الله ما صلى عني شايف الخضر والجمال طبعا الشكل ده بيش عاجبني بالامانة يعني لما تيجي تسأل الشيف المغازة اه لو انا عملت قراص الكوفتة من الشكل ده كده شكلها مش عطفة زي ما بقولوا يعني ايه بسلة مضروبة مع الجو ده كده نقوم نطفي الجمال ونضيف الرونق مع الكوسة المبشورة مع الجزر المبشور مع قليل من الخضرة اذا كان بقدونس او كرفس ونقلب دول كلهم مع بعض احنا حطيني التوابل مع البصلة بتاعتنا اه واحدة واحدة مع بعض كده عشان لازم تعملها لولادك دي كده اه الناس الفيجيتيريان اللي مش بيأكلوا لا فراخ ولا لحمة ولا سمك يقدروا يستخدموا الاكلة دي لطيفة وجميلة هناخد كل المادير دي مع بعض كده بنقلبها بادينا منحط التوابل مع البصل يا شافيه انت مش مركز معي من الاول منحطت بصلة على النار فيها زيت زيتون وتوم وانا بحمر البصلة يا غالي حطيت عليها البهارات اه وضربت البصلة مع البرغل والعاتس خطوة خطوة اه واقلب كده هنا العصب بتاع الكوفتة دي البرغل اللي انا ضربته في البداية خالص مع العاتس زي الفل يا عم الشيف تسلم ايدك لغاية كده احنا زي الفل في المادير بيض بيض اتنين من بيض البيض اه بسم الله الرحمن الرحيم ليه مش البيضة كلها انا عايز بيض البيض بس اه زي الفل وجود الصفار مع البيض في قلب الكوفتة بعد ما تبرد بتبقى مجلدة وبتبقاش لطيفة فانا عايز البيض عشان تبقى طرية حتى لو بردت معايا اه زي الفل واشيل ده كده واخلي دول كده على جمع واقلب الخليط ده تاني كده انا دعمتها بشوية بروتين حيواني اللي هو بتاع البيض او بيض البيض كالسوم ومعادن وحاجات لطيفة هنمسك الخليط ده عمشيب بعد التقليبة اللطيفة دي كده نشكله بايزة ما احنا عايزين اه حلوة معانا صانية بنحط الصانية دي عالنار بالشكل ده كده فيها زيت زيتون اللهم صلى عن النبي بالشكل ده كده عايزة تحمريها زي البوفتيك ممكن تعمليها قراس وتحطها في البقسمات والبيت اه تاني ايه العصب بتاع الكوفت دي عمشيب لما عكسه دور في ريخ ولا لحمة عشان تضي عصب العصب هنا البرغل البرغل ليه دور مهم جد اه كمان واحدة واحنا مع بعض اه نعملي بقى ارزق عينيه حاضر نعمل بقى مع بعض تلاتين قرس عشرين قرس زي ما انت عايزة عايزة تأكلها لولادك مع عيش البرغل مافيش مشكلة تعملها زمية كده وتشويها مع صوص طماطم تبقى لطيفة وجميلة مافيش مشكلة الاختيار لكي ولكن انا بديكي فكرة لطيفة وحلوة وخاصة للناس الفيجيتيريان اللي هم بيش بيأكلوا لا فراخ ولا لحمة ولا سمك وارد حد يكون في العيلة كده تقدر تعمل البرجر ده بالعاتس وهو بروتين نباتي لطيف وجميل وهنا بايض البيت بيشارك في الطبق بتاعي وترى جديدة وشكل جديد قدام عين اولادك قدام عين جوزك حاجات ده مطلوبة خلي الفلفورد ده خبرة طهوية العاتسة مجبة اللي دايما محددين اقامته مع طبق الكشري وبيتحط على طبق الكشري من فوق اصبح هو عنصر رئيسي وعصب رئيسي لقراس الكفتة بالخضار لاخواننا اللي هم فيجيتاريان معاهم طبعا بطاطس مبشورة معاهم بسلة معاهم جزر معاهم كوسة معاهم برغل معاهم خبرة طهوية من البصرة المتحمرة مع زيت زيتون وتوابل وبعدين خفقناها مع كل المأدير المكرونة اللطيفة الجميلة ايه السورة الحياة؟ بصراحة مش هينا عليها دخلها الفورن بس أنا هدخلها الفورني لحاجة الجبنة تسيح مع المكرونة والسجوء ياخد المنزر اللطيفة الجميلة والدهبي بعد التحميلة الحلوة ايه رأيكم؟ بس خلونا نطلع على البرجر لديه المفروط تتحط على الشبكة وبعدين ندخل بالمكرونة حيني اه حاضر اه هناخد دي كده مع بعض زي الفل اللهم صلى عنك اللهم صلى عنك ايه الحلوة دي عمشي ايه الجمال ده؟ دايما نقول الصورة الحلوة والله واخواننا المتابعين لي وكل متابعينا القناة الاولى والفضيان المصرية بيقولوا هالي وانا في الشارع يعني او انهم يتصوروا معايا يقولك الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على ششة القناة الاولى بالفعل والله بصوا معنا اهوت كفتة البرجر او برجر الخضار عتس وبرغل وكوسة جزر بسلة مفيدة جدا غنية بالموتاسيوم مع الجزر فيتامين سي مع الكوسة غنية بالالياف الطبيعية لعلاج مشاكل الامساك كل ده في آرس الكوفت وطبق المكرونة بتاع ايه راك لدخلها الفرن يا غالي زي ما هي حالة حالة بتاعتنا فيها شوية بساطة وسهولة مرونة كمان للمطبخ زي تخش المطبخ تعمل الاطباع اللي نفسك فيها بنفس المكونات ونفس الماتيريال اللي بيكون معاكي كل يوم فتحت باب الفريزر لقاتي طبقة فيه سجوء ناسياه كنت جايبة من عند الجزار تشكيلة من المحوم خدت السجوء ده خلتيه فك في درجة حارة المطبخ سلاقنا كيس مكارونا من اللي موجود عندنا في درج المطبخ عملنا صنية مكارونا أو طاج المكارونا بالسجوء بمدرسة المغاز بشكل وبطريقة مختلفة تاني خالص عملنا النهاردة رأس الكوفة اللطيفة وجميلة موجود فيها العتسة بوجب اللطيفة الحل اللي هو عنوان طبع الكشر المصري موجود فيها طبعا البطاطس النشويات والكربادرات موجود فيها الكوسة المفيدة للكولون موجود فيها الجزر الغاني فيتامين سي والبسلة الجميلة اللطيفة العنصر البوتاسيوم اللي مفيد جدا للسيدات الحوامل الشربة الجميلة الحلو هدها للأطفال الحلوين اللي بيحبوني دايما بيكلوها في بعض الفنادي أو في بعض المناسبات يعني ببساطة وسهولة تقدر تخش المطبخ تعملي طعم تاني وشكل تاني وصورة تانية بتكلفة قليلة جدا لإن معاك يشوف شاطر بتشوفيه كل يوم على شرطة القناة الأولى وفضايا المصرية منين يا مغازي من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة